الحتة دي نروح سريعا برضو لجزئية تانية وملف مهم جدا وهو ملف نادي الزمالك نادي الزمالك انبارح الحقيقة برضو لقيت حملة كبيرة وكصة وان الناس والمدرجات وهتهدم والناس معترضة جدا وقرار الهدم يا جماعة كل الاحترام الاستاذ باسم مين انا مليش علاقة كل نادي الزمالك رموز يعني ولاد نادي الزمالك كلهم رموز ولكن في النهاية دا استاذ قايل للسقوق حيقع يعني الاستاذ حيقع او المدرجات حتقع خلاص النهاردة فيه قرار بإزالته زيل يا سيدي زيل حضرتك واخد قرارك فضي الارض وقعد شوف حضرك بقى عايز تعمل ملعب عايز تعمل مول وبالفلوزي تعمل فرعب 6 اكتوبر وتاخد حيطة تانية تعمل منها ملعب عندك مساحة تالتة يعني مش كده الهجوم مش كده الدنيا ربنا عرفوه بالعقل النهاردة الدنيا ماشي بفكر استثماري نادي الزمالك النهاردة في دولته دي فجلت ان انا رايح من 3-4 شهر لقيت الشارع اللي بتماشى فيه بقى بابة نادي الزمالك ونادي الزمالك دخل الشارع جوا جاب حقه تقولهم ايه ده كان اه كان بتاعت الزمالك والمحلاء كان بتاعت الزمالك يعني الناس تشكر الناس النهاردة فيه فكر ادي بقى فرصة بلاش الحاجات بقى العاطفية ونقعد نهدم بس ونهبط الناس ادي بقى الناس دفع تشتغل ادي الناس تعمل النهاردة مول وتعمل نظام بيقوتي وتجيب مليارات وتجيب 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 عشان الدنيا تمشي وتقدر تشيل عيبة وفردك تقدر تكسب دي وجهة نظري بالنسبة لنادي الزمالك بالنسبة لنادي الاهلي نادي الاهلي النهاردة كان الحياة فيه اتصال معه كان معاه اتصال مع المهانس محمود طهر واحد اتكلمت معاه مدة طويلة جدا على النادي الاهلي وعلى مستقبل النادي الاهلي والفترة الجاية فقعد شرح لي الحقيقة بشكل مفصل الموضوع بالكامل قال لي ان هو بيكون كل احترام لأعضاء مجلس الادارة اللي موجودين قال لي واكد لي ان المجلس الادارة اللي فات السورة الخلاف ما كانش كده ممكن يكون حصل اختلاف في وجهة النظر هو الرجل لا يمكن يعني يقدم السلطة او يمكن يسيب النادي الاهلي المهانس محمود طهر مكمل لاخر دقيقة الجماعة العمية عندها اي رأي في اي وقت ملاوقات هو والمجموعة اللي معاه خلاص عمل عليهم زيهم زي غيرهم جايين بيكملوا مسيرة شايفين ان هو حاسس ان فيه نوع من الهجوم والضغط انا وضحت له ان الامور دي يعني مش بالصورة دي وعلى المجلس ان هو محتاج برضو يقفل على نفسه اكتر من كده وقال المهانس محمود طهر ان الفترة الجاية فيه الحفلة بتاعت الشرق الرائعة حيعملوها وفيه اجتماع للمجلس وفيه الفترة دي تهديئة الاجواء برضو مع عضاء المجلس وفيه اكتر من ثلاث جلسات حصلت ما بين مهانس محمود طهر ومجموعة مجلس الادارة وان المجلس المرة الجايح ديبها الامور هدية تماما ومفيش اي مشكلة اكد لي برضو ان في التوئيد ده مفيش لاجنة كورة واكد لي ان مفيش اسم الكابتن محمود الخطيب لم يسكر ولا بالوحش ولا بالسيء على فكرة المهانس محمود طهر النهاردة قال لي ان هو على اتصال دائم بالكابتن محمود الخطيب وان بيستشيروا في حاجات كتير جدا وكلمة ان اسم الكابتن محمود الخطيب مزو كرش مش ان هما عشان الناس تقول لك اهو 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 اكبر دليل اهو اهو افشين معاه مفيش خناء يا عم عادي يعني مفيش موضوع زي ميجي بس وسجماعة اللامة يقول لك طرحين اسم كابتن عصام منهم او كابتن حرب او اسم اللي هو حرب الضشوري افتحاد الكورة في مركز معين فيطلع مثلا كابتن احمد مجادة والحاج محمود او احد يقول لك لا والله اسم اللي هو حرب ما تذكرش او اسم كابتن عصام ما تذكرش يعمل لك ايه ده انت تخافوا بالقسامي يا عم انا بقول لك اللي حصل هو ما تذكرش الاسم ما تذكرش ولو كل الاحترام الراجل مفيش اي موضوع على اي مشكلة خالص عشان بس الناس ما تعطيش تدخل القديم في الجديد وتعمل قصص ان الفترة الجاية ان هما بيسعوا ان هما يقفلوا على فرقة الكورة وهو ده الهدف وان فرقة الكورة توقف على رجلها في نفس الوقت هما ماشيين بطريق متوازي داخل نادي فرع الجزيرة وفرع مدية ناصر ان يحصل تجديد بشكل كامل عشان النهاردة في نفس التوقيت اللي انت بتوقف الفرقة على رجلها النادي والصيانات ومبنيه يبقى الشكل مختلف يبقى النهاردة حرك بتخدم العضو وجمهور النادي الاهلي ليه عليك حق في نفس التوقيت انت ماشي النهاردة مع الشرق الرائع في زيادة موارد النادي الاهلي دول التلات محاور اللي اتكلمنا فيهم النهاردة بشكل قوي وشكل فعال جدا